اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بالصور لعب الوداد يستعدون للأهل بلقطات مريحة عبر لعب الوداد عن شعورهم بالارتياح والتفاؤل خلال الحصة التدريبية التي احتضنها مجمع محمد السادس اليوم الجمعة تحضيرا لمواجهة الأهل المصري على ملعب محمد الخامس يوم الأحدى المقبلة في إياب نهاء دور أبطال إفريقيا فبعد تدريب مغلق خاضه الفريق البيضوي مثل ما اعتاد تحت قيادة المدرب البلجيكي سفين فان دينبروك منذ تنقله لهذا المجمع ترك المدير الفني للاعبه مجال للمرح لفترة استغرقت ربع ساعة لعب خلالها كل منهم الكرة بطريقته الخاصة وظهر في هذه اللقطات نجم موقعة الدهب سيف الدين بوهر وهو بمعنويات مرتفعة بعد إبلاغه بأنه سيظهر أساسيا في مباراة الإياب كما ظهرت تنائية المحترفة المعول عليه كثيرا أرسين زولا والسامبو جونيور وهما بتمام العافية خصوصا الأخير الذي وعد بالتسجيل في شباك الأهلي والتتويج هدفا للنسخة الحالية من دور أبطال إفريقيا يذكر أن مباراة الدهب انتهت بفوز صغير للفريق المصري على أرضه بهدفين لواحد بلاغ عاجل النصاري يقدم منحة تاريخية ضخمة إلى لاعب الوداد للفوز على الأهل المصري خصص سعيد النصاري رئيس نادي الوداد الرياضي منحة تاريخية لللاعبين في حال فوزهم على نادي الأهل المصري في نهاية دور أبطال إفريقيا يوم الأحد القادم على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ووعد سعيد النصاري بصرف منحة مالية تبلغ 30 مليون سنتيمة لجميع اللاعبين في حال الفوز وهي أكبر منحة يخصصها النصاري للعبين منذ أن اعتلى رئاسة النادي القجع يدعو لاعب الوداد لبدل قصار جهدهم أمام الأهل من أجل إهداء المغرب لقبا إفريقيا آخر تابع فوز القجع رئيس الجامعات الملكية المغربية لكرة القدم السامس الخميس تدارب فريق الوداد الرياضي بمركب محمد السادس لكرة القدم بحضور الناخب الوطني وليدرقراجي ورئيس النادي الأحمر سعيد النصاري وتأتي هذه الزيارة تحفيزية قبل المباراة المرتقبة بين ممثل الكرة الوطنية والأهل المصري بعد غد الأحد برسم إياب نهاء عصبة الأبطال الإفريقية والتقى فوز القجع بعد نهاية الحصة التدريبية بلاعب الوداد والطاقم التقني والطبية داعيا إياهم إلى بدل قصار جهودهم من أجل إهداء المغرب لقبا إفريقيا آخر وسيستقبل فريق الوداد الرياضي ضيفه الأهل المصري بعد غد الأحد على أرضية ملعب محمد الخامس انطلاقا من الساعة الثامنة مساء جاء دهرون بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز الفريق المصري بهدفين لوحدة نادي إسباني عريق يحسم صفقة الموهبة المغربية أخماش كشفت صحيفة سبورت الإسباني عن حسم نادي فيريال الإسباني صفقة اللاعب المغربي إلياس أخماش لصالحهم مؤكدة أن انضمامه لصفوف النادي سيعلن عنه في الأيام المقبلة ووردت صحيفة الإسباني أن الموهوب المغربي الذي كان مطلبا للعديد من الأندية الإنجليزية سيوقع عقدا لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر قدرت بقيمة مالية تتراوح بين 20 و 30 مليون يورو بعد انتهاء عقده مع برشلونة المصدر ذاته ذكرت أن المغربي أخماش نجم مدرسة لمسية بنادي برشلونة ارتبط اسمه مؤخرا بمجموعة من الأندية الكبيرة مثل ميلان الإيطالية ليتز وأرسون للإنجليزيين الذين قدموا له عروضا مغرية غير أن أخماش البالغ من العمر 19 عاما اقتنع بالرؤية التي يتبنها فريق الغواصة الصفراء بقيادة المدرب كيكي سيتين الذي يمنح الشباب الكثير من اتقام أجل إنجاح مشروعه الرياضية جدر بالذكر أن إليس أخماش المنحدر من مدينة تطوان يعد أحد أبرز جواهر الفريق الرذيف لنادي برشلونة وينتي عقده مع النادي الكتالوني بتاريخ الثلاث من شهر يونيو الجاري طاقم المنتخب المغربي يقوم بزيارة فريدة للمعرض الدولي للكتاب الرباط قامت عناصر المنتخب المغربي اليوم الجمعة التاسع من يونيو الجاري بزيارة ميدانية للمعرض الدولي للكتاب الرباط في دورة الثامن والعشرين وهي خطوة مفاجئة من أسود الأطلس لزيارة هذا الفضاء الذي يشهاد توافد عدد كبير لعشاق الأدب والقراءة وقم الأسود إلى جانب فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مرفوقا بمدرب المنتخب الوطني الأول برحلة الغوص في أرويقة المعرض واستكشاف عالم الأدب والشعر والقراءة الذي يحتضن هذا الحادث الدولي المهم ولقيت هذه الخطوة إعجاب الحضرين حيث تفاجأ الزوار برؤية نجوم الأطلس مباشرة بعد أن كان حلم اللقاء بهم يتجدد في كل مرة وذلك نتيجة الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب في موندي القطر والفرحة الجماهيرية الكبيرة التي ضحبت الأسود في كل مباراة كانوا يلعبونها وعززت هذه الزيارة من مكانة الفريق في قلوب المغرب وزادت تأكيدا على أن الرياضة تقارن بالأساس بالتقافة وتغذية العقل والروح حيث ليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها عناصر المنتخب حيث قاموا في مرات سابقة إلى زيارة السجناء بسلل لدعم إعادة تأهيل المحكمين بالإضافة إلى زيارة تانية كانت لحضرنة أطفال بمدينة طنجة وعرفت هذه الزيارة غياب بعض اللاعبين الذين لم يصلوا إلى أرض الوطن بعد وذلك استعداد لخوض مباراة ودية مع منتخب رأس الأخضر يوم الـ 12 من يونيو 2023 الويداد يدعو الريقراغي والأصود لحضور نهاية شابيونس ليك وجه فريق الويداد الرياضي لكرة القدم دعوته للناخب الوطني وليد الريقراغي ولعب المنتخب الوطني لحضور قيمتهم أمام الأهل المصري الأحد المقبل برسم إيابي نهاية دور عبطة الإفريقية ويستقبل الفريق الأحمر نديره الماريد المصري انطلاق من الساعة الثمينة مساء على أرضية المراكب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وأكدت مصادر مطلعة لموقع عن فوسبور أن إدارة الواك وجهت دعوة خاصة لأبناء الريقراغي من أجل الحضور في قمة المذكورة للرفع من معنوية اللاعب لتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية على التوالية يشار إلى أن مباراة ذهاب نهاية تشامبيونس ليغ انتهت لصالح الأهل بهدفين مقابل هدف وحيد يوم الأحد الماضي باستاذ القاهرة الدولية هذه أبرز العناوين بالصور لاعب الوداد يساعدون للأهل بلقطات مرحة بلاغ عاجل النصير يقدم منحة تاريخية ضخمة إلى لاعب الوداد للفوز على الأهل المصري القجاع يدعو لاعب الوداد لبدل قصار جهودهم أمام الأهل من أجل إهداء المغرب لقبا إفريقي آخر